بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد موضوعنا عن النظر في هذا الكون وقد دعانا ربنا إلى التأمل في هذا الكون في قوله سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ما الذي أوقفنا عن التأمل؟ الإنسان تعود على رؤية الليل والنهار وعلى رؤية الشمس والقمر وعلى رؤية النجوم في السماء العادة العادة هي التي أوقفتنا عن التفكر والتأمل هذا الكون يسير بنظام ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم الاختراعات التي لم تكتشف هي عند الله فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسلها إلى الناس بعثها وأجراها على عقول أقوام اختصهم الله بذلك وهم في كل زمان يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم في الوقت المناسب المحدد هذه أرزاق حتى الفكرة النيرة حتى الاختراع حتى الاكتشاف هذا رزق فالذي أوقفنا عن التأمل العادة أننا تعودنا أن الليل يأتي بعده نهار والنهار يأتي بعده ليل أن الشمس تأتي في صباح فلو أن الشمس توقفت مرة لوقف الإنسان وتأمل وفكر لكن وجب على الإنسان أن ينظر إلى هذا النظام الذي لم يتوقف ولو للحظة واحدة أن الذي دبره ونظمه هو الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض تحدث عن الزكر ثم جاء بعد الزكر بالفكر قال العلماء الإنسان لا يصل إلى الفكر والتأمل إلا بعد أن يذكر الله أولا فالفكر هو نتيجة وسمر للذكر إذا ذكر الله سبحانه وتعالى واجتهد في ذكر الله وأكثر من ذكره وصل إلى الفكر والتأمل وهكذا جاء الترتيب في القرآن الكريم وفي هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون نقول النبي صلى الله عليه وسلم تفاعل مع هذا الكون عندما قال إني لأعرف حجرا بمكة يتحدث عن حجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتحدث عن حجر ما قيمة هذا الحجر هذا الحجر كان يسلم على رسول الله قبل أن يبعث يعني قبل أن يكون نبيا يقول إني لأعرفه الآن أي هذا الحجر كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام أن الإنسان لا يعيش وحده في هذا الكون وأن هذا الكون يتفاعل مع الإنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح انظروا إلى هذه الآية التي تحتاج إلى تأمل إذا هاجت الريح ماذا يفعل يقول يتفاعل مع هذه الآيات ومع هذه الأحداث التي تجري في هذا الكون والتي تجري بمراد الله وبنظام الحق سبحانه وتعالى وكان إذا نزل المطر حسر عن ثوبه يعني كشفا عن ثوبه ليصل ماء المطر إلى جسده الشريف ليتبرك بهذا الماء لأن الله قال وَنَزَّلْنَا مِنَا 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 مُبَارَكَةً ثم يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء هذا حديث عهدٍ بربّه أي جديد أتى من السماء وأتى من عند الله الآن هذا حديث عهد بربه كان واقفا في الصلاة فرآه الصحابة رضوان الله عليهم قد تقدم ثم تأخر فقالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت كأنك تناولت شيئا ثم تأخرت فقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة أي في هذا المقام أراني الله سبحانه وتعالى الجنة وما فيها فتناولت عنقودا منها ولو أخذته لأكلتم منهما بقيت الدنيا عبد الله بن عباس كان يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الماء من السماء فإذا أنطرت السماء يقول لجاريته أخرجي سيابي لتبتل من ماء السماء ثم يخرج هو ويقف في هذا الماء حتى يغسل نفسه بهذا الماء ويقول إن الله قال ونزلنا من السماء ماء مباركا إذا فهمت ذلك وقفت احتراما وتأدبا ووقفت بكل خشية وبكل تواضع مع هذا الكون الذي نظمه ربك وعلمت أنك مخلوق صغير ضعيف وعلمت أن الله سبحانه وتعالى كرمك واستخلفك في هذا الكون وعلمت أنك عبد لله نسأل الله أن يفهمنا وأن يفقهنا وأن يحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى